اعلنت وزارة الداخلية عن وقوع عمل ارهابي باستخدام القنابل الحارقة استهدف دورية امنية في حوالي السادسة من مساء اليوم اثناء ادائها للواجب بقرية كربباد واسفر عن استشهاد شرطي واصابة اثنين اخرين باصابات خطيرة وتمنقلهم للمستشفى لتلقي العلاج واضحت الوزارة في بيان لها اليوم اثناء قيام الرجال الامن بواجبهم بتأمين الشوارع وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بالقرية المذكورة قامت مجموعة ارهابية بقدف دوريتهم بالمولاتوف مضيفة ان الاجهزة المختصة انتقلت على الفور الى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة وبدأت بمباشرة عمليات البحث والتحري للكشف عن مرتكبي هذا العمل الارهابي للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة